اتحاد الكرة المصري فتح باب الحجز بدءا من بكرة الصبح التلات لإيه؟ لحجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في اللقاء اللي مقرر ليه بإذن الله يوم 25 مارس اللي احنا فيه طبعا ده في ذهاب التصفيات الإفريقية الأخيرة المؤهلة لكاس العالم 2022 واللي بإذن الله تقام في قطر اتحددت أسعار تذاكر المباراة بتاعت منتخب مصري والسنغال بالطريقة الآتية حضرتك ربنا كرمك وبعتلك وعاوز تنبسط وتقعد حاجة كده 5-6-7 نجوم هتدفع 2000 جنيه في المقصورة حضرتك عايز الميزانية بتاعتك تبقى أقل شوية يبقى 600 جنيه درجة أولى علوي لا 600 جنيه درجة أولى الدرجة الأولى العلوي بقى بربعمية الدرجة التانية 250 الدرجة التالتة 100 دي الأسعار بتاعت التذاكر يعني احنا قلنا كده يبقى 2000 وقلنا ايه تاني معلش هتوالي تانية يا جماعة واحدة واحدة لازم نديها للناس مرة كمان ايو حقهم اه بس كده تحديد التذاكر مقصورة 2000 جنيه درجة أولى 600 درجة أولى علوي 400 درجة تانية 250 درجة تالتة 100 أصبح فيه كده عندنا ايه؟ خمس فئات من بكرة الصبح حضراتكم تقدروا تحجزوا التذاكر بتاعتكم بإذن الله نتمنى طبعا أكيد ماتش موثق لمنتخدنا الوطني نتمنى بإذن الله ان احنا نكسب مثلا 9-0 حاجات زي كده أولا ليه لا يعني ايه اللي هيحصل لبنكسب 9-0 هتبقى حاجة لطيفة مش مستبعدة برضو احنا اللعيبة بتوعنا زي الفل مدربنا زي الفل مدرنا الفني زي الفلين احنا ميت فل واربعة عشر ترجمة نانسي قنقر